يقولون نسمع يقولون حكومة 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 يقول توا بينهم تل لو أطلع السلاح من وراء قلت لأنزل ولا قسم بالله العظيم لا أثور فيك سلام عليكم سال الخير يا جمعات الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله الله يسعدكم يا رب سعادة الدارين ويسخر لكم ملائكتاً في السماء وجنوداً في الأرض شكراً حرفياً على الدعم الجباري اللي قاعدين تسوونا والله شكراً على الكلام الإيجابي اللي قاعد أشوفه شكراً على الناس اللي قاعدة تنشر المقاطع وتشترك في القناة الله يسعدكم يا رب سعادة الدارين شي ثاني يا جمعات الخير قصة اليوم من القصص المنتظرة إلي الكل يطالبني فيها سواء في السناب شات أو على الإستجرام لا لا قصة اليوم من العيار الثقيل يا جمعات الخير قبل ما نبدأ حبيبي وعزيزي المتابع مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة بقيلنا شوي ونوصل المليون متابع وإذا جبنا درع المليون رح نعلقه وراء درع العشرة مليون اللي هناك وفي الله خل نبدأ مثل ما انتوا عارفين القصص تحكي لنا أشياء في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم عادي في يوم من الأيام تشوفها في أحد الأفلام قصة اليوم وأنا قاعد أقراها بهذلتني عذبتني بشكل كبير وفي الله خل نبدأ في قصة اليوم قصة اليوم جمعت الخير ترجع لشخص اسمه سعد سعد يقول بيثنا كله بيت بنظام عسكري يقول ابوي عسكري أخوي الكبير عسكري كلهم عساكر في خدمة هذا الوطن يقول فكان ابوي دائما يحثنا أن ندخل العسكرية وبالتحديد نكون في سلك الضباط يقول درجة كان يحطلنا مكافآت أيام الثنوي الشخص اللي ينجح من الثنوي بمعدل عالي أو فوق التسعين راح أعطيه مكافأة من عندي يقول سعد أخوي الكبير كان معطيه سيارة أموصل معدلة فوق التسعين قلمهم جاء وقت اختبارات الثنوي وأشد حيلي وخاصة في آخر سنة في الثنوي وأشد حيلي وأجيب معدل عالي ومعدل يصار فوق التسعين لا أخفيكم أبوي فرح فرحة غير طبيعية وعلى طول قال ليسمعي سعد الآن تاخذ أوراقك وتقدم على كلية الضباط وتتخرج ضابط بإذن الله في شد حيلك يا سعد يقول سعد والله وخدت أوراقي وخدت كل شيء وقدمت على العسكرية وبالتحديد سلك الضباط يقول طبعا هناك تتعلم كل شيء في الحياة كل شيء مر عليك راح تتعلمه وممكن يوم الأيام توصل مراحل تقول يا ساتر لهذه الدرجة كانوا يعلمونهم هذه الأشياء حرفيا ما يطلعونك من الدورة إلا أنت يا رجل رجل أمني محنك لأبعد درجة وهذا الشيء صدق لما تشوف رجال الأمن في أي مكان وأنا بالتحديدا راح أتكلم عن السعودية إذا شفت رجال الأمن في السعودية وتشوف حنكتهم وذكاءهم حرفيا راح تدري أنهم تعبوا عشان يوصلون لهذه المرحلة افتحيي حرفيا لكل عسكري يخدم وطنه أنتو حرفيا حماة الوطن وتمنا لكم الخير من كل قلبي والله يحفظكم من غرب هذه الأرض إلى شرقها ومن جنوبها إلى شمالها الله يحفظكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا والله العظيم أن احنا مقدرين الشيء اللي أنتو قاعدين تسوونا والشيء اللي وصلتو له تخلني أكمل لكم يقول سعد المهم تخرجت من الدورة هذه وعلقت جماعة الخير النجمة الأولى يقول بعدها يحددون لك أماكن تتوظف فيها ممكن تكون في منطقتك وممكن تكون بعيد عن منطقتك ولكن الأبدى والأعرف والمعروف أنه دائما يخلونك تداوم بعيد عن منطقتك ولكن ما هو مانع في ناس تداوم في نفس منطقتها عادي مرة يقول سعد المهم حطوني في مكان بعيد ويبعد عن منطقتي ما يقارب 900 أو 1000 كيلو وحطوني يا جماعة الخير في قضايا المخدرات يعني شغال مع مكافحة المخدرات قالوا لي اسمع نبغاك الآن تروح لذيك المنطقة رح نعطيك أسبوع ضبط وضعك وتجهز مكان اللي بتسكن فيه وتشوف الوضع في المنطقة ذيك وتتعرف عليها وراح يبدأ دوامك بعد أسبوع من الآن يقول سعد والله سلمت على أبوي وأمي وأخواني وطلعت لذيك المنطقة وروح دورت لي شقة كذا تكون بسيطة وأمشي فيها أمور السنوات هذه يقول لينا تزوج وأخذ لي شقة أكبر من الشقة اللي أنا ساكن فيها يقول والله وشغلت السيارة وصلت ودورت شقة وحصلت لي شقة واستأجرتها وحطت فيها أغراضي وحطت فيها كل شيء وروحت شريت المقاضي وخلصت مور البيت كاملة يقول فيه يوم الدوام اليوم الموعود اليوم اللي راح أعرف فيه الناس الموظفين هناك وراح أتعرف عليهم وأعرف من أهم يقول والله وقفت سيارتي عند مركز العمل حقي ونزلت على رجولي ودخلت عندهم يقول له في وجه عسكري كان عسكري هذا أعلى مني رتبة ودق لتحية قلت معاك الضابط سعد قال مرحبا ومسهلا حياك الله هلب ولدنا شوي قال لي نعم جتنا أوراقك ونعرف أنك راح تدوم عندنا هنا جهزنا لك مكتبك وجهزنا لك كل شيء يقول سعد الشخص هذا كان رهيب وطيب في تعامل وحسن الخلق فيه حرفيا لا إله إلا الله يقول وأدخل معاه ويدلني على مكتبي قال اسمع سعد هذا مكتبك اللي راح تدوم فيه دوامك اليوم راح يبدأ من كذا لكذا مدة سبعين بس لين أسسلك مكان عشان تدخل معنا لأن المكاتب اللي جوه كلها فل يقول سعد لحط مكتبي معزول ولا عندي أحد بعكس الناس الثانين يدومون فيه مكاتب مشتركة جنبهم قلت لأبشر يا طويل العمر أنا معاك باللي تبغى يقول صرت أدوم معهم وأعرف سلوب الدوام يقول بعد فترة من الدوام بعد ممكن ما يقارب شهر إلا ناداني أحد الضباط اللي موجودين هناك سعد تعال وأجي قلت له هلا والله قال تعال قعد معنا يا أخي تعلم الشغل وتعلم العمل قلت لي والله من أول ودي أشارككم وأشوف القضايا الموجودة ودي أشارك فيها قال اسمع يا سعد حب أقول لك كلمة الله يذكر أبوك بالخير أبوك كان من أحد الناس اللي كان ماسكينني والله ما شفت منه أي ردة ودائما يساعدني فوقات الحاجة وأبوك ترى من الناس الفزاعة يعني اللي يفزع له في أي وقت تبغاه بس واتصل عليه يقول سم وآمر ويش بغيت على أن أبوك كان أعلى منه بمراتب عالية ولكن ما كان يستنقص أي أحد قدامه بما أن أعمال أبوك كانت كذا باتجاهي جاء وقت حصد الثمار ورد الدين يا سعد يقول سعد أنس تهنس تعدين يمدحون أبوي قدامي ويتكلمون عن أبوي أنه شخص كان يساعدهم كلهم ويقدم لهم يد الخدمة بدون منه ولا أي شيء قلمهم كان لي هذا الضابط معاك الضابط خالب وأي شيء تحتاجه يا سعد أنا موجود عندي ويبدأ في قضايا في المنطقة هنا رح نبغاك تساعدنا فيها وتتعلم فيها بما أن أبوك عنده خبرة قديمة في هذا المجال وكان ذهين كانت عنده فراسة وكان ذكي ما أتوقع هذه الموهبة أنها تبعد عن عياله يعني أكيد الموهبة هذه موجودة فيكم حتى أنتو لأن أبوك حرفياً كان لما يشوف السيارة مرة كان يقول وقفوها فتشوها هذه أحس فيها شيء معين أو صاحبها مو طبيعي وصدق بعد ما نفتش ونبحث نحصل أن هذا الشخص بحوزتها يا المخدرات أو المواد المسكرة يقول هذه عندنا يسمونها شيئين يقولون يا يسمونها مخاوي يعني معاه جني علمه أو يسمونها عندها الحاسة السادسة يعرف يتوقع الأشياء بتوفيق من ربي سبحانه وتعالى يقول والله المعلومات اللي قاعدين يسولفون فيها عن أبوي أنا ما أدري عنها أي شيء ولكن أنا تحمست أدخل معهم قضايا ودي أجرب نفسي في هذا المجال قال لي طيب اسمع ونسوي اجتماع بكرة وبغاك معنا فيه شخص نبقى نلقي عليه القابب وهذا الشخص يروج المخدرات داخل المنطقة بكرة بإذن الله ساعة 8 الصبح أبغاك محضر عندي قلت لها يبشر وعدنا بإذن الله بكرة ساعة 8 يقول والله خلصت دوامي ورحت بأيتي وأكلت وريحت ونمت وصحيت لليوم الثاني ورحت للدوام وقابلت الضابط خالق قال لي تفضل وكان معنا حوالي ثلاث أشخاص والثلاث أشخاص هذولي كلهم في نفس رتبتي بعكس الضابط خالق قالنا اسمعوا فيه شخص يروج المخدرات موجود عندنا في المنطقة في بيع بكميات شوي عالية بنبغي جماعة الخير نقبض عليه ولكن وش تشوفون الخطط اللي ممكن نسويها عشان نلقي القبض على هذا الشخص يقول أنا رفعت يدي مباشرة كيف لها اسمع؟ أنا قريت على المواضيع هذه وبحث في عالم القضايا وخاصة في مراحل القبض دايما الناس يتعاملون مع شيء اسمه مخبر شخص يساعد الحكومة أو يتهيأ بشخص غير حكومي ويمارس عملية البيع والشراء خلوني أعلمكم أشياء قبل ما نبدأ عشان الشرطة تلقي القبض أو المخدرات لازم تثبت عملية البيع هذه يا بتسجيل فيديو يا عن طريق الفلوس المرقمة وسامة وش هي الفلوس المرقمة؟ علمنا طيب الفلوس المرقمة يا جماعة الخير نفترض أن عندي هذا الريال السعودي اللي مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد الرسول الله فيه رقم موجود هنا شوفونا الرقم هذا يا جماعة الخير تسجل الحكومة عندها أو تصورها عشان لو استلم هذا المبلغ البيع يحصلون معاه الفلوس هذه هذه إثبات أن الفلوس هذه فلوس حكومية ومرقمة يقولون ثبتت عليك البيعة واشجاب الفلوس هذه عندك هنا تم عملية القبر المهم خلني أكمل لكم القصة يقول سعد قلت لهم ما رأيكم نستخدم مخبر؟ يكون المخبر هذا شغال معنا ويروح يشتري من هذا الشخص يقول شوي للضابط قاطعني وقال لي المشكلة الكبرى أن هذا الشخص عنده موردين أصغر منه يعطيهم وهذول الصغار أهم اللي بيعون يقول إلا الشخص اللي جنبي يرفع يده وقال اسمع عندي فكرة حلوة نقبض على الصغار بعدين على الكبارة شوي بعدين على الأكبر منه فيقال لأن تعتقد المروجين المخدرات أو الناس اللي بيعون المخدرات يعترفون على الناس الأكبر منهم يقول أصلا من أول ما يدخل هذا المجال حياته حيات أسرته حيات أمه وأبوه وإذا كان عنده عيال برضو حيات عياله كلها راح تكون معرضة للخطر لو سوى شيء البيع يعرف عياله بيروحوا يا يذبح عياله أو يسوي لهم شيء الموضوع ماهو بصير لا نبغى أفكار أفضل شوي قال الضابط الكبير اسمعوني وش رايكم أوزعكم تراقبون المناطق اللي تمت فيها عمليات البيع في الآونة الأخيرة وتقعدون تراقبون المنطقة وإذا حصلتوا أي شيء يثير الانتباه تجونوا وتبلغوني أو تكتبونها عندكم في نوتك وأبغى نهاية الأسبوع تعلموني كل ملاحظاتكم قلت والله فكرة ممتازة قال خلاص زين راح أقسمكم شخصين سعد أن تطلع مع أحمد يقول قسم الثنين الباقين وطلعنا قلت أنا ركبت السيارة وكانت السيارة هذه من السيارات السرية الغير رسمية ركبت هاولي كان يسوق اللي هو أحمد وأنا ركبت جنبه على الباب طبعاً أنا جديد في المنطقة ما أعرف الأحياء زين خليت أحمد يسوق لأنه قديمه ويشتغل عنده كان لي أحمد اسمعي سعد الحي اللي بنروح لتراحي قديم شوي وحي شعبي يعني بالأخص نبغاك تكون دقيق ومركز شوي معنا يقول لأ أنت حركات الأحياء الشعبية دائماً تكون عالية ما هي مثل الأحياء الفخمة الأحياء الفخمة الناس اللي يطلعون منها شوي شغلهم أغلبها يقعدون يا في البيت يا فوقات الدوامات ولكن الأحياء الشعبية يا الصغار يطلعون والكبار والبنات والعيال الكل يطلع قلت له زين زين يقول غيرنا ملابسنا وركبنا سياراتنا واتجهنا المنطقة الشعبية هذه ووقفنا عند مكان وطفينا السيارة قعدنا الراقب المكان الراقب الراقب الشوارع الموجودة في المكان صدق يقول صدق الشوارع عرضها ثلاثة متر والبيوت مرة شعبية وطينية بالأخص يقولوا قعدنا الراقب ونشوف من يطلع ونشوف من يجي وحرفياً ما عندنا أي اسم نلقي القبض عليه أو الراقبة ولكن نبغى نسوي بحث أو سيرش عن المنطقة هذه الدرجة نسجل أي واحد يطلع من البيت كم مرة طلع وكم قعد من دقيقة وبره سجلنا ملاحظاتنا سجلنا ملاحظاتنا بشكل منفصل داخل ورقة كبيرة وقعدنا الراقب المكان ونشوف الأشياء اللي فيه يقول طبعاً في الحارة هذه كل مكان له زاوية والزاوية هذه يكون الله يسلمكم يجلسون فيها ناس يعني نفس الدكة اللي نسميها عندنا في السعودية كذا دكة أو قعدة في آخر الحارة يتكون فيها شباب الحارة سواء يقول ولكن لاحظتها مما لابسهم والبدل اللابسينها كانت قديمة شوي ومهترئة يقول ما ينفع أنا أنزلهم بدلة نظيفة كذا راح أثير الشبهات قلت ميت خويه يمشينا محل نشتري من عندها ملابس ونبغى ما يكويها ولا يسوي فيها شيء يقول صدق رحنا المحل هذا وشرينها بدلة كذا وخليناها شوي معفطة ومخربطة شوي يعني مبينة أنه كانها مهترئة يقول نزلت أنا في طريق وخويه ينزل في طريق يقول وجهاز الندى محتوط على الجنز حقي ولكن مقصر على صوت عشان ما أحد يسمع الصوت يقول لو صار أي شيء أو حركة غريبة على طول أرفع الجهاز وأنادي الشباب القريبين عندي الآن نبغى نروح نشوف الدكة أو الزاوية هذه اللي قعدون فيها فيها أكبار بالعمر وصغار بالعمر نبغى نشوف حالتهم ووضعهم هل هم متعاطين أو شيء يقول المهم نزلنا من سيارتنا ومشينا لين عندهم خويه يراح مع الجهة اليمين وأنا طلعت مع الجهة اليسار ولكن أنا يا سعد أنا الأبدى لهم أو الأقرب لهم وصل عندهم سلام عليكم قال ما عليش دامك مريت من هنا والله انتقلوا يقول صدق واروح عندهم وأجلس ما أرحبه وما سهلة كيف حالك طيب أمورك زينة الحمد لله يقول وانا قاعد أراقب يديهم وراقب جيوبهم وراقب عيونهم أشوف هل في شيء يثير الشكهة أو لا يقول وجتنا الأسئلة اللي أنا ما أبغاها انت مين من وين جاي وش وضعك هنا يقول قمت أفتي لهم حرفيا من عندي قلتانا خالتي ساكنة هنا في آخر الشارع وجاي أسلم عليها يقول إلا في واحد قال لي وين ساكنت نهاية شارع قتيه نهاية شارعي سار الحي الثاني قدامكم بس شفتكم هنا ما شاء الله تتحركون وتلعبون كورف قلت يا خلني أمر لمكم ممكن أتعرف على ناس هنا أقدر أمرهم وصير أقلط عندهم وأسولف معهم وأخذ وعطي معهم قالوا لي أبد حياك الله في أي وقت انت بغاه يثابت جزاكم الله خير قلوا ساعة قمت وطلعت من عندهم ما لحظت فيهم حرفيا لأي شيء قالوا ناس سليمين ما فيهم شيء ما فيهم شكا ما فيهم أي موضوع ولا يثيرون الشبه بأي شيء قلوا سبحان الله المتعاطي دائما تعرفه ترى يا من عيونه يا من ثمه يقول فيه أشياء تبين عليه أو من السلوك العام حقه يقول ما هم أطلع وأخذ لفه وروح لين السيارة حقتي وأكلم خويه الرت أحمد أنا موجود في السيارة يقول فجأة لأحمد يجيني قال والله ما حصلت ولا شيء ولا فيه أي شيء يثير الانتباه شلون قد اقبضوا على ناس هنا تشريك الليل يكون هنا قاعدين راقب المكان قال لي أبد تم صدق يا جمعة الخير ونروح شوي ونرجع على آخر الليل قيت إذا إنا نبغى الليل لازم نكون مسلحين ما ينفع إنا ننزل هذا المكان بدون سلاح قال والله إن كلامك منطقي وسليم يقول والله وجهز السلاح حقي وحطه وراء ظهري يقول ما يباني السلاح نهائيا يقوله خويه أحمد كذلك يقول ننزلنا هذه المنطقة اثنين قدنا ما رح نتفرق ذا المرة لازم نمشي اثنين جن بعض وبنفس اللبس اللي يمشينا فيه الصبح يقول منطقة كانت هادية الناس اللي موجودين النهار ما هم موجودين في الليل جلت خلنا نمر لم المكان أو الدكة أو الزاوية اللي يجلسون فيها الناس يقول صدق ونمر من عندهم يقول إلا نحصل اثنين يعدين يدخنون ولكن دخانهم مو الدخان العادي لا لا الدخان اللي فيه المادة المخدرة يقول كان شكل الدخان غريب وشكالهم غريب يقول حاولنا نقرب من عندهم عشان نلقي القبض عليهم بدون ما حد يدري يقول طبعا أنا معي مسدس ومعي الكلبشة حطه وراء يقولوا موري زينة يقول ما عندي إلا ترق وترق واركب أم السيارة يقول المهم قربنا لمهم قربنا لمهم يقول مقربنا منهم مرة إلا انتبهوا لنا وقاموا وانحاشوا يقول يركضون يقول نسمع يقولون حكومة 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 وصاروا ينادون بهذا الشعار داخل الحارة حكومة يا ناس حكومة يا ناس حكومة يا ناس عرفنا أن الحي هذا مدمور يقول وصير ألحق وراه وهو يركض يقول حكومة وأنا أقول في نفسي وش النفس القوي ذلي معاه متعاطي ويركض وينادي برضه يقول عرفت أن الحي هذا شوي تعبان وخطير شوي يقول وأركض وراه وهو يركض وأركض وراه وهو يركض يقول عاد أنا تويني متخرج من الدورة يعني اللي يقتي مو فل إلا بعد الفل يقول وأمشي وراه وأمشي وراه وأحاول أمسكه وحاول أمسكه يقول إلا كذا شوي وينط ويتعلق على الجدار يبغى ينط الصور عشان يطلع مع الجهة الثانية لياقت الشخص ذاه مرة عالية يقول توا بينه إلا وأطلع السلاح من وراء شك شك وأشر عليه إلا هو يشوفني قلت لنزل ولا قسم بالله العظيم لا أثور فيه أنزل يقول ينزل وهو حرفيا ساكت قلت ولا كلمة نزل اللي في يدك وطلع كل اللي في جيبك وإذا معاك مواد تحدى الآن اطلعها يقولي شوي إلا صدق يطلع لي سكين يقول يطلع لي بعض الأكياس المغلفة اللي فيها مواد مخدرة ولكن ما كانت بالكميات العالية قلت لأمشي مش على السيارة كله أصوب عليه لين قربت من عنده وأمسكه وأزوي يده وطرق طرق وحطت الكلبشات في يده وأسحبه وأخذه وأدخل السيارة وأقفل عليه الباب وأرفع جهاز النداء أحمد قراني قبضت علي عندي يش صار علي عندك يقول لا اسمه أحمد أنا قاعد ألحقه قاعد ألحقه يا أخي سريع تخلى خلى خلاص معنا واحد يكف فيه وانت بالحياتك وتعالنا يقول إلي يجيني يا أحمد ويركب معاي يناظر فيه كذا على وراء قال يا أخي والله أنكم انتم خربتوا البلد قال والله ما ندخل وراء قال لا لا بعد شوي يوديك القسم وعلمك اللي ما لدخل قل طبعا القسم حقنا له شفرة كذا نحطها في الجهاز والنادي فيه عشان يستقبلونه ويفتحون الباب يقول وحط الشفرة ترد يقول لا يرد علي أحد العساكر الموجودين هناك قلت له معاك الضابط سعد جايك الآن للقسم وجاهز لي الحبس ومكان التحقيق وبرضه نادلي المحقق حق القسم نفسه قال يصل المحقق موجود أبا تعالوا يقول والله وندخل الرجال هذا للقسم وندخله الحبس وقاب المحقق وأقول له السالفة أن هذا كذا مسكناه وكذا وكذا وهذا موضوعة قال اكتبوا لي بس التقرير حق القبض حقه يقول وأكتبوا التقرير كذا بشكل سريع ووقع عليه وعطيه تقرير هذا فيه أقاويل الضابط ويصار وكيف تم القبض عليه يقول والله ويدخل المحقق وندخل وراه السلام عليكم عليكم السلام أنا بنطلق صراحك يقول قال كذا من أول ما دخل المحقق رماه في وجه قال يشف أنه بنطلق صراحك ولكن بشرط واحد شرط واحد بس إذا أنت جاوبتني على هذا الشرط والله لا أطلق صراحك الآن ومن النقطة هذه قال آمر بس وش بغير قال من اللي أعطاك المخدرات خلصني مين اللي أعطاك المخدرات ومين اللي يبيع عندكم في المنطقة قال اسما إذا تعتقد أني غبي لهذا الدرجة وراح أقول لك مستحيل إنسا قال اسما كثير مثلك قالوا نفس هذه الكلمة وفي النهاية قسم بالله العظيم أنهم يطلعون قايلينها ومعلمين بكل شيء خلصني خلني أختصر الوقت لا تطول عليه لأن والله العظيم عندي شغل لين راسي وموضوعك أصلا تافه وبسيط وما يستاهل خلص بس قل خلص وانقذ عمرك خلص وانقذ عمرك بسرعة قل لنا من الشخص اللي يبيع لك المخدرات داخل منطقتكم يقول للرجال ذاق يقول لا والله ما أقول لك مدري إيش قال اسمع لك عشر دقائق قال بعد عشر دقائق لو خلصت العشر دقائق والله لا خليك تنوم في الحبس وحط فيك تهب ما هي فيك خلصني من الآن قال نانا محققة طلعي قفل الباب قال حب يتكلم ما عليكم مننا ما عليكم مننا سفو سفو يقول صديق راح مكتب حقه وسواله شاهي وسوالنا شاهي يقول ما مرت ولا خمس دقائق يا حضرة الضابط تعال بعترف تعال يقول يناظر فينا كذا المحقق وانا قيل لكم والله يتعب تعبت مع ذولي والله أعرف هذولي بسيطين مرة مرة يضحكون قاموا المحقق وقمنا حنا وقال لنا قال اسمعوا أكبر بياع في المنطقة حقتنا والله العظيم مننا ما هو فحارتنا مكان بعيد ما أدري وين ولكن إذ تبون لي فحارتنا والله ما في إلا شخص واحد شغال شوفوه في البقالة اللي في الزاوية يبيع المخدرات داخل البقالة قلت لها طيب وشو نقول لها إذا نبغى مخدرات قال قلوه إلا نبغى حصا أول ما تقول لها نبغى الحصا على طول راح يعطيك إياها وبيعك إياها يقول والله وصدق المحقق قام واطلق صراحة وقع على تعاهد يقول لأصل اللي معاه حق استخدام شخصي فخلو يروح يقول شوي قالنا المحقق اسمعوا أتوقع اللي في البقالة ترى راح يكون عنيد مرة والأفضل تنتظرون اللين الصبح وتقابلون الله يسلمكم الضابط خالد اللي هو مسؤول عنكم وتبلغونه بكل شيء وهو يعرف يتصرر كيث لا أبد خير ما أقل يقول والله صدق وينزلني خويه لبيتنا وأقعد واريح اليوم الثاني أشغل سيارتي واروح للدوام وقابل الضابط خالد مرحبا ضابط خالد كيف حالك طيب إن شاء الله إننا قبضنا أمس كذا 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 وهذا تقرير اللي أمس سجلناه والشخص أطلقنا صراحة بعد ما طرحلنا واحد أكبر مننا قال ما اللي حقق معه كنا المحقق حق القسم قال لا ذاك خلاص لا ما هو حقق قال له مور زينة هذك داهية قال لي طيب اسمعوا بما إنه قال إن هذا الشخص عنيد وما رح يعترف البقالة عندي لكم فكرة حلوة قال بما إن الشخص هذا عنيد انتو شو تجوفون نسوي يقول سعد أنا على طور رفعت يدي وقلت لا اسمع حضرة الضابط قال وش رايك نزرع كاميرا داخل السجن إذا قبضنا عليه وندخلها مع الناس اللي تهمتهم في المخدرات وهو راح يعرفهم يسولف معهم ويكب كل ما عنده قال ضابط خالد فكرة مرة ممتازة يلا خل روح نقبض عليه يقول طلعنا حوالي سبع شخاص رحنا للبقالة ودخلت أنا بلبس عايد سلمت على الشخص اللي موجود في البقالة وكان من وجه أصلا باين إنه هو يتعاطى المخدرات السلام عليكم كيف حالك طيب يا الحمد لله قلت عندك حصار يقول ناظر كذا يميني سار يا الحصار دقيقة بس كم تبي قلت والله كم اللي عندك كم تبي حبة حبتين ثلاث قلت لا لا عطني عشر يقول طبعا الفلوس اللي قبل ما أدخل كانت مرقمة مصورينها الجهة الأمنية والآن أنا بدخل عليه يقول المهم وشوي اللي جاب لي عشر حبات وعطيتها الفلوس يا السلام أنا انتهى دوري كشخص شرى منه واطلع من البقالة يقول إلا يدخلون ضباط الشرطة عليه ويمسكونها طرخ طرخ ويطقهم في الكلب شات أنا مال يدخل أنا مادري وشو يقول لضبط الشرطة هذي الفلوس من حقتها هذي حقتها قال لي حقتي قال يا السلام شيف هذي الصورة هذي الفلوس يعني تمت عليك ومارست بيع المواد الممنوعة داخل المنطقة يقول شوي اللي يقول عرفتها الشخص اللي قبل شوي اللي شارع مني يقول امشي يقول ويأخذونا ويركبونا في السيارة يقول يودونا على طول القسم التحقيقات حققوا معاه بعض التحقيقات البسيطة ودوا للسجن بعد ما زرعوا فيه الكاميرات يقول وحطوه في السجن مع الناس المتهمين بتهم المخدرات يقول لانهم يحققون معاه رافض يعترف صادق المحقق يقول رافض يقول اي شي يقول زين زين ويدخلونا سجن المخدرات ويخلونا مع المتعاطين هذول اللي يتابوا ويعرفهم اكيد مئة بالمئة يقول والله ويدخل عليهم ويقعد معهم يقولوا سالفة مننا وسالفة مننا وانتش تهمت وانتش عندك وانتش عندك ويقول كل هذي قاعدين راقبها يقول كنا حاطين الكاميرا أصلا يقول حاطينها داخل القسم في مكان مغبينا وراء الجدار يقول فاتحة بسيطة فيها مايك بس مايك وكاميرا صغينوطة يقول حتة جودتها ومخيزة مرة يقول للمهم قاعدة تسجل تسجل يقول للمهم من هذا الكلام اللي قاعدين يقولونه الرجال نفسه اللي توه داخل السجن اللي كان في البقالة يقول الحمد لله قبضوا عليه ان شاء الله انه مايقبضون على دكتور مخدر قلت وش ذه دكتور مخدر ومن هذا دكتور مخدر هذا مين اسمه غريب شوي اسمه دكتور مخدر يعني هذا أسطورة في التهريب وفي بيع المخدرات من هذا الشخص صدق وشدري الموضوع قلت يا ولد من ذه الشخص اللي اسمه دكتور مخدر اسمه غريب شخص غريب وحطوه هذا حرفيا اللقب معناه ان الشخص هذا داهي الابعد درجة يقول لقطنا المعلومة هذه مننا يقول بعدها يمكن بساعتين جبناه عندنا وحطيناه ودخل عليه كذا المحقق وقال لها اسمع ان شاء الله قريب بنجيب خويك معناه السجن يقول قال منه لا لا تعرف ان شاء الله قال لا منه ومنه قال الدكتور دكتور مخدر ما تعرفه يقول الا كذا قام يناظر فينا بتعجه قال امه اقبضت عليه قلنا له هي اقبضنا عليه اربع ايام خمس ايام بس يخلص التحقيق لان تهمته كبيرة مرة وتوقع صدق اسم على مسمى دكتور مخدر دكتور مخدر يقول انصدم هذا اللي مسكناه صدمة عمره قال يا اخي تكفون امنيتي اشوف وجهه واعرف منه قال ليه انت ما تعرفها يعني قال لا يا رجال هذا اكبر مهرب موجود عندنا مو في المنطقة يقول في الولاية عندنا في الدولة كلها هذا اكبر مهرب موجود عندنا يقول هذا صعب صعب الابعد درجة هذا يجيب كميات ضخمة من كل مكان حبيبي المسكين هذا ما يدري ان هذه كلها اتفاقية اللي سووها عليه وخلوه يتكلموه ما يدري ما درى ان الكاميرا هلي مسجل وخلته يتكلم بهذا الكلام قال يا اخي وين قبضتوا عليه فيه قال والله قبضنا عليه في منطقة من المناطق الفخمة يقول شوية للرجال قال اكيد عنده فلوس الدنيا فأكيد انه في منطقة فخمة قال يا اخي تدرون انكم راح تتوجون حرفيا بافضل مركز مكافحة للمخدرات بما انكم قبضتوا على هذا الشخص قال ليل الدرجة هذا صعب قال يا رجال يلاحقونه ليل نهار ما احد قدر يجيل يدري زين زين يقول واطلع من عنده وقول ميد الضباط الكلام هذا كله استغرب وقال والله هذا الانسان شكله خطير لأبعد درجة اللي اسمه دكتور مخدر بما انه خذ هذا اللقب فأتوقع ان اللقب هذا يستحقه بجدارة يقول المهم سعد يقول رجعت المكتبي هل في ناس يعرفونه هل اسمعوا بمن البياع هذا هو اكبر بياع عندهم في المنطقة او في الحارة حقتهم ولا يعرف اسمه اتوقع الشخص هذا مجهول ولكن الان هذي مهمتكم انتم ابحثوا عنا ويحاولوا تجيبونا بطريقتكم المهم قرروا يسوون اجتماع نجتمع فيه كلنا عشان نعرف وش راح نسوي مع دكتور مخدر هذا وهذا مين وشلون نجيبه وشلون نصلى ولو فزنا فيه احنا يا قسمنا حرفيا راح نسجل للتاريخ اننا قبضنا على اكبر مروج مخدرات موجود في المنطقة يقول المهم جاء وقت الاجتماع واجتمعنا فيه وقالولنا لازم نقبض عليه لازم ضروري ضروري ونبغى ننتشر فيه كل المناطق حقاتنا ونعرف هذا دكتور مخدر وين وكل ما قبضنا على الناس الصغار فيه ناس راح يدلوننا عليه أو يعلموننا مكانه يقول وصرنا نبحث 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 حرفيا ما لقينا ولا شي يقول وصرنا نبحث في كل مكان وفي كل الأحياء الشعبية والأحياء الفخمة يقول ما قاعدين نلاحظ أي شيء يقول في يوم من الأيام شخص اتصل علينا السلام عليكم وعليكم السلام المكافحة اي نعم المكافحة الحقوا على أخوي رابط نفسه في البر وش فيه وصير له يصير يقول لنا سالفة أخوي قال لنا أخوي كان يتعاطى المخدرات وقرر يتوب وربط نفسه في البر في نخلة وعنده الله يسلمكم واحد يأكله ويشربه قلنا ارسلنا مكانه قل صدق يوم ارسلنا المكان والموقع حقه قل نحصل صدق شخص مربوط في شجرة ومحطوط عليها الظل وقاعد يأكل ولا يبغى يقوم من هذه الشجرة أول ما قبلنا عليه قلنا له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وكانت حالته شوي متخبطة قلنا له وش فيك عسى ماشر قال انا تايب لوجه الله ماعد ابغى اتعاطى المخدرات عشرين سنة ما اصلي عشرين سنة ما احس بالراحة عشرين سنة وانا قاعد اتعب واعاني تشتت بيتي وتشتت اسرتي ومات ابوي وماتوا اخواني وانا ما احس فيهم ابد لا تفكوني وخلوني في هذه الشجرة لين اتوب اذا انتو تبغون لي الخير خلوني يقول واضح من الرجال هذا صدق انه تاب لوجه الله ولعد يبغى يتعاطى المخدرات سنوات هذه تعتبر كبيرة مرة معناه وصل الى مرحلة الادراك ولكن الشخص هذا يعتبر مهم بالنسبة لنا يقول صنا الراقبة يومين ثلاث ايام خمس ايام عشر ايام يقول بعد مرور ممكن ثلاث اسابيع يقضي حاجته يرجع يربطونا في النخلة ياكل يربطونا في النخلة على هذه الحالة يقول جينا وقلنا راح نوديك المصحة النفسية بس راح يعالجونك بشكل بسيط وتهكدون من حالك بعد مرور ما يقارب واحد وعشرين يوم قال يلا خذوني صدق يقولوه في السيارة لسانه معطر بذكر الله يقول كان يذكر ربي كثير كلين وصلنا المصحة وصار يشبكون فيه المغذيات وكانت ملابسة حرفية مهترئة لأبعد درجة يقول بعده قالولا راح تروش وراح تروش وعود رجع الآن راح تيجي مرحلة التحقيق اللي راح نحقق معاه ونعرف وش سالفته وش الموضوع قال اسمه أنا مريت بحالات ما يعلم بها إلا الله وأتمنى أي شخص مؤمن مسلم ما يوصل لهذه المرحلة وخطر المخدرات كان علي عالي العشرين سنة هذي مرت علي بلحظة قال لا لا مو لحظة بل مرت علي كأنها وهلة أو غمضة عين يقول ما كنت حس بحياتي وخربوني أصحاب السوء اللي أنا أخاويهم يقول ما خلوني أرتاح أبد ولكن والله ما خليهم لأطرحهم واحد ورد ثاني يقول سعد أنا قلت فراسي شكل الشخص هذا راح يوصلنا إلى دكتور مخدر وراح يعلمنا وين مكانه وكيف نلقي القفض عليه يقول خلنا يعلمنا أسماء الناس اللي عنده وأرقامهم يقول عطانا معلومات ضخمة يقول في جاء فراسي السؤال الوحيد قلتنا معليش يا فلان تعرف واحد اسمه دكتور مخدر يقول ناظر فيني كذا وقال قال آخ هذا اللي ودي أوصل له وأعطى على وجهه هذا هو اللي خرب المنطقة هذه كاملة قال يعني ما تعرفه قال ما أعرف عنه شيء والشخص هذا اللي أعرف عنه إنه شخص مرتاح ماديا والناس تحترمه بشكل كبير يعني وظيفته في مكان مرموق قال والله ما أدري ولكن الشخص هذا خطير لأبعد درجة هذا يصنع المخدرات ويبيع المواد المسكرة ولو تبي سلاح برضو يبيع لي يعني هذا واصل مرحلة لأبعد درجة قلت له زين زين والله يعطيك العافية المهم يا جماعة الخير صار الشخص هذا اللي حصلناه في البر علمنا أماكن الناس اللي كانوا يبيعون مخدرات قبله وكانوا منهم ناس كبار في هذا المجال ويبيعون بشكل كبير مرة على الناس اللي موجودين في الولاية يعني حتى هذولي خطيرين فوظفني الضابط خالد أني أنا أكون مسؤول عن القضايا هذه وتكون القضايا هذه باسمي عشان يكتب اللي يقبض عليهم اللي هو الضابط سعد يقولوا صرت أمشي على هذا الموال ونقبض على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث يقول صرنا نقبض عليهم حرفيا بشكل سريع ونستخدم الرجال هذا كمخبر لنا وصار يعلمنا أماكنهم وأسلوب تهريبهم وكل شيء علمهم قفلنا على ما يقارب تسع أشخاص ومسكناهم كلهم وحطيناهم في السجن وكل شخص كنا نمسكه نسأل عن هذا اللي اسمه دكتور مخدر فكان ما يرد علينا وكان ما يتكلم ولا يبغى يقول أي شيء المهم انتشار في المنطقة أن الضابط سعد وهو اللي يقبض على المهربين الكبار هذولي يقول سعد في يوم من الأيام كنت نايم في البيت يقول فجأة اللجين اتصالات وجوالي ينحرق اتصالات إلا أرد إلا هو صاحب العمارة السلام عليكم سعد وينك يا أخي كنت ليه وش حاصل قال انزل انزل تعال شوفوا ش صار اتولت ش السالفة يقول المهم والبس ملابسي وأنزل مباشرة للتحدي إلا أحصل يا جماعة الخير سيارتي محترقة بالكامل والزين في هذا كله إن هذا الشي كله مسجل وكانت الكاميرات مسجلة الحدث اللي صار لسيارتي وسيارتي يا جماعة الخير طلعت كأنها حديدة يعني ما بقى فيها شي حرفيا حي قتلهم أبغى تسجيلات الكاميرا حقة المحلي اللي على الشارع الثاني اللي راح تعلمنا من الناس اللي حرقوا السيارة هذي يقول المهم وأنا راقي لشقتي عشان استوعب الموضوع يقول فجأة لا أحصل لزقة على باب الشقية السلام عليكم يا سعد هذا بس مجرد تهديد بسيط لو استمريت عن البحث عننا أسم بالله العظيم إن احنا نحط رصاصة في راسك ونخليك تفقد الحياة وخدت الورقة هذي وخدتها معاي ودخلتها جوا عشان أوديها برضو لحقين المسح الجنائي يشوفون البصمات اللي على الورقة وانتظر التسجيل حق المحل الثاني يوصل عشان أشوف الناس اللي يجوح رقوا سيارتي يقول صديق وجيني التسجيل وأبلغ القسم حق الشرطة اللي قريب عندنا وقلت لهم السالفة ومعكم الضابط سعد أنا أشتغل في القسم الفلاني هذا وسيارتي تعرضت للحر وفيه رسالة تهديد مكتوبة على باب بيتي قالوا لي زين زين الآن راح يجيك شخص من أفراد الشرطة ويشوف لك الموضوع كامل يقول صديق لحظات اللي جاء اللي هو عسكري من الشرطة وراح للمحل اللي قدام قال عطني تسجيل الكاميرات بما أنه شرطي راح يعطيه مباشرة ويروع على طول لين عندي عند باب الشقة ويناظر الفيديو يقول اللي جو ناس كانوا مغطين وجهم بأقنع سودا يقول وصبوا مادة على السيارة وولعوا فيها نار وجيهم لا يباينه ولا أي شي ولكن اللي يباين من يدينهم أنهم ناس صغار في العمر يعني على 24-25 سنة فقلت زين زين بأخذ رسالة التهديد ووديها المسح الجناي ممكن يكون موجود عليها أحد بصمات هذول الأشخاص عشان أقدر أجيبه وأعرف إش عنده يقول صديق رحت لحقيني المسح الجناي وقلت له محللوا هذه الورقة وشوفوا البصمات اللي كانت محطوطة على هذه الورقة قالوا خلاص ربع ساعة بإذن الله وراح نطلع لك البصمات حقت مين قالوا يمر الوقت وتمر ربع ساعة يقول لي يجيني اتصال من المسح الجناي أهلا ضابط سعد كيف حالك طيب نعم حصلنا بصمة واحدة على الورقة وهي بصمتك يا ضابط سعد وما في أي بصمة ثانية محطوطة على هذه الورقة وتوقع المجرم يعرف يتعامل مع هذه المواقف ويفهم يفهم في المسح الجناي قلت خلاص زين الله يعطيكم العافية ولكن اللي يباين أن عمارهم ترى صغار 23 22 ما يتعدون الممرحت القسم الشرطة وكتبت الأدلة اللي عندي وكتبت كل شيء ووقعت على الورقة حقتي وقالوا خلاص راح نحط دورية راقب المكان اللي عند بيدي لين تزين امورك قلت ميت ضابط الشرطة لا معليش أنا راح أنقل من هذه الشقة وأسكن في شقة ثانية يقول والشقة هذه اللي راح أسكن فيها ما راح أسكن في الحي اللي أنا فيه ذا المرة بروح أسكن في الأحياء الفخمة عشان أريح راسي وافتك ولا أحد يقدر يوصلي لأنها أكثر حماية يقول صدق والله واتصل على أحد الشقة اللي موجودة هناك وأسأله عن أحد الشقة اللي موجودة عندك قال لي نعم عندي شقة يحبها قلبك يقول في الدور السابع قلت له زين أبغى شقة صدق بعيدة فوق ما أبغى شقة قريبة وقال فيها كل ما لذة وطاب ممتازة مرة ولكن مشكلتها انسعرها غالي قلت لأ أبت ما عندك مشكلة أنا بستعجر عندك لمدة سنة صدق وأخذ غراضي وأنقل للشقة الجديدة وأستقر فيها فقلت ما راح أعلم أحد مكان شقة نيهائيا عشان أكتشف من الشخص اللي علمهم عن مكان سكن ممكن يكون في أحد من الشرطة أو من المخدرات علمهم مكان سكني وممكن يكون فيه خايم بين ما أدري هذولي ناس جدد فأنا طول عملي في هذا القسم ما أعرف إلا شخصين خالد وأحمد ولكن ليباين أجمعة الخير أن التهديد هذا جاية بسبب أنه قبض في المرة الأخيرة على ناس عددهم كبير أثقال الأفضل وش رايكم أكلم المخبر القديم اللي كان عند النخلة وعلمنا كل شيء صدق يقول واخذ الجوال وطيطيطيطيطيط واتصل عليه قلت مرحبا يا فلان كيف حالك طيب إن شاء الله مورك زينة قال الحمد لله بخير قلت يا أخي بنشدك أنا صار لي كذا 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 وجو يحرقوا سيارتي وما أدري منهم قال اسمع يا سعد أنت وجهك جديد على المدينة وما يعرفونك زين عشان كذا ضابط الشرطة حطك أنت اللي تقبض عليهم بسبب أنك جديد على المدينة وما يعرفون من الشخص اللي قاعدين يتعاملون معاه ولكن الأولين العساكر الموجودين قبل كلهم يعرفونهم ويعرفون عماكن سكنهم وبيوتهم يقول حمد ربك بس والحمد لله أنا عدت على كذا وغير مكان سكني قلت لي أنا غيرت مكان سكني وانتقلت السكن الجديد وأنا حط في رأسي أن هذا الشخص اللي كان معنا ويشتغل معنا قلت مستحيل أنه يعلم أحد لأنه شخص تاب من جد المهم قفلت على هذا الموضوع وصورت أشتغل في عملي جت لحظة إجازة رح تكون عندي عشرين يوم فقررت أني أرجع وأشوف أهلي وأخواني وأبوي ودي أسألهم برضو عدة أسئلة بما أنهم هم كلهم رجال أمنيين يقول والله أوصل لمنطقتي اللي أنا ساكن فيها وساكن فيها عائلتي وأدخل وأسلم على أبوي وأحب راسه وأسلم على أمي وعلى أخواني كلهم قلمهم يقول قضينا الوقت في غدا وعاشها آخر الليل قلت ميد أبوي أبغاك شوي تلحسها خير ويصاير يدفع ليش يبا أبغاك شوي فيه موضوع بسيط ودي أستشيرك فيه واخذ أبوي بالسيار وصيرت مشى أنا وياه وقل له يا إيبا صار معاي كذا 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 وقبضنا على ناس وحصلنا ناس كذا وحصلنا ناس كذا وترى في ناس يمدحونك هناك قال منهم وما أدريش قلت للضابط خالد قالي هذا زمان قد أول اشتغلت معه وكان زميلي وحرفيا رجاله نعم والحمد لله أنك حطوك تحته قلت نعم يا إيبا ولكن يا إيبا لما تدري عنه سيارتي القديمة ترى الحرقة احرقوها حرفيا ما بقوا فيها إلا الحديد قال يافا من يحرقها؟ كتأكيد يا إيبا أنهم من المهربين هذول لأني حصلت رسالة تهديد موجودة على باب شقتي قالوا وصلوا برضو باب شقتك قلت نعم يا إيبا قال غيرت شقتك قال تلقي يا إيبا غيرت الشقة قال اسمه المواضيح هذه دائما تصير لرجال الأمن ويتعرضون للمشاكل كثيرة ولكن الناس ما تدري ولكن الأهم كله الشخص هذا اللي اسمه دكتور مخدر وش وضعه وش عرفته عنه وش انطباعكم عنه قلت والله يا إيبا ما بام معنا ولا شيء اللي يباين أن رجال مخفي نفسه بشكل كبير ولا حد يعرفه وما أدري منه أوهو قال لي طيب أنا بقعد أحلل في عقلي وبإذن الله إذا طلع معي شيء أو استنتاج رح أزودك فيه فإن تستمر في عملك ولا تخاف ما رح يصير لك شيء قلت لأ بإذن الله الحفظ من ربي سبحانه وتعالى صدق وأقعد عشرين يوم في منطقتي هذه وكنت مستمتع معهم لأبعد درجة يوم خلصت الإجازة قررت أرجع عند مكان عملي وباشر عملي من جديد يقولوا صلت لشقتي وحطيت أغراضي وحطيت ملابسي ولبست لبس العمل وطلعت على طول لمركز المكابهة إلا قابل الضابط خالد مرحب الضابط خالد كيف حالك طيب إن شاء الله والله الحمد لله بخير أبشر ها وش صار على قضية الدكتور مخدر قلت والله يا ضابط خالد إني ما أدري ولكن قلت لأ ولكني بحصل نزيجة بإذن الله قال اسمعني وش رايك معد الدوم معنا هنا وتصير مستلم هذه القضية لأن هذه القضية يا سعد رح ترفعك فوق وراح تطلع اسمك فوق الأبعد درجة والناس رح تعرفك قلت لأ والله إنك صادر وأنا من أول أبغى سوي هذا الشي قال أبدا روح وخلي التواصل معاي وكل شي جديد تعطيني إياه عن طريق الجوال يقول صدق وروح لبيتي وجهز وضعي ورتب وضعي وجهازي الكمبيوتر وأسجل كل التحاليل عندي يقول شرد دفتر حق النوتات عشان أسجل أي ملاحظة وزي من الضابط خالد إنه أخلاني من الدوان في المركز يقول صرت أبحث عن دكتور مخدر هذا يقول هذا همي الوحيد بس قلت بحدين وشلون عرفه إن اسمه هو دكتور مخدر السؤال هذا مهم كلمت على طول الضابط خالد وقلت له قلت يا ضابط خالد أبغى حقق مع الناس اللي قبضنا عليهم وخاصة ثاني شخص حق البقالة اللي كان يتكلم ويقول إن اسمه دكتور مخدر قال لي أبداً أعطيك الإذن الآن وأكلمهم لك روح خلص تحقيقاتك معه يقول وأطلع من بيتي واروح للسجن العام وأدخل وأسأل عن الشخص اللين جابوه لي في قسم التحقيقات صرت أسولف معاه وقلت له كيف عرف إن اسم هذاك الشخص دكتور مخدر قال أنا والله ما يعرف اسمه الأصلي ولكن كانت أكياس المخدرات اللي تجينا عليها ورقة مكتوب عليها دكتور مخدر فعشان كذا كنا نسميه دكتور مخدر قلت له بس حبوب المخدرات قال لي رجال حتى المواد المسكرة يكتب عليها ورقة ويحط توقيعه دكتور مخدر وبرضو حتى الأسلحة يكتب عليها دكتور مخدر قلت له زين زين هنا عرفت من وين عرفه واسمه إنه شخص يبيع المخدرات وعنده موزعين تحته والموزعين اللي تحته ما يعرفون منه أهو قلت له عندك معلومات ثانية تقدر تفيدنا فيها قال لي ما عندي إلا هذه المعلومات قلت له أبد مع السلام كلمت الضابط خالد قلت له يا ضابط خالد عندي لك فكرة حلوة وش رايك أعيش فترة محقين المخدرات عشان أعرف وش جوهم من وين يجبون المخدرات حقتهم قال لي أبد اللي تبيه سوه والحصانة من عندي جاهزة لو تم القبض عليك في أي منطقة رح أطلعك ولا تشيلهم صدق أجماعة الخير يقول سعد جهزت ملابسي وجهزت أغراضي إني أعيش كني شخص متعاطي للمخدرات يقول كذا كذا جاني انفصام في الشخصية أبغى أعيش كأني شخص متعاطي ولكن ما أتعاطى ولا شيء يقول صرت أمشي في الحواري القديم والحواري اللي قد خبضنا على ناس فيها والناس ما تعرف وجهي باقي وما تدري إني شغال تبع مكافحة المخدرات لإني توني جديد ويقول صرت أتمشى وأتعرف على هذا وأتعرف على هذا يقول علمهم حصلت لناس وحاولت أتخالط معهم يقول فترة كذا حاولت أتخالط معهم واشوفوا شو يسوون والأماكن اللي يروحون له واروح معهم وحاول أقابلهم كذا مرة عشان إذا شافوا وجهي ما يستنكرونه نهائيا يعني يقول سعد جماعة الخير أقابلهم في عدة أماكن وحاول أوجههم بوجه بوجه عشان يطلع وجهي مألوف لهم ويرتحون الوجه أول ما يشوفوني يقولوا سويت هذه الحركة لين تخالطت معهم يقول صرت أروح مع ثلاثة أشخاص منهم وجهي معهم وتعرف عليهم الأيام وأنا في القعدة إلا اللي جنبنا يقول آي عيال ما تبوني نجيب حصاء يقول أول ما قال الكلمة هذه ذكرت بياع الحصاء اللي كان موجود في البقالة وقلت أكيد أن الحصاء هذه مخدرات وقلت له ملا أنا معكم واشتبون بس إلا والله ودي يقولوا نظرون فيني كذا وقالوا انت تعاطى قلت من زمان من يوم ما كنت حرفيا في المنطقة الثانية وأنا أتعاطى في هذه المخدرات إلا أنت وش بتجبون وش نوع الحبوب يقول وصير أذكر لهم أنواع الحبوب كأني خبير أبعد درجة يقولوا ستانسو يعرفوا أني داشر يقول ستانسو وناسا لا يعلم بها إلا الله والله في كذا وفي كذا قد تسمعوه أفلوسكم علي ولا تشيلون هم وأنا اللي راح حاسبكم يقول لنط واحد منهم قال أنا اللي بجيب لكم مخدرات قلت لها بروح معك عشان أعرف من وين يجيبها يا بتروح معي بس أخاف يصير شيء قال يا رجال طز أنا بايع حاصم وش يصير خلا يصير اللي يصير أكبر همي ما علي منهم يقول لهم هم في ذاك اليوم قال لي يلا همش أركب معاي يقول نركب سيارة سيارة أفرودي يعني حقة بر قالي مشينا نروح نجيب لنا بعض الحصى من منطقة احنا نعرفها قلت يلا معكم يقول يركبني على الباب يقول وينطلق بي على طريق حرفية ويطلع لي طريق بري يقول سعد والله إني خفت قلت هذا أقول لا يغدر بي بس وعرفوا إني ضابط في الشرطة والحين بيقتلوني يقول يدخلني منطقة برية وأنا حرفيا أدعي ربي الرب يسترها حرفيا لين نوصل يقولوا لمهم دخلني في منطقة برية يمين يسار يقول يدل المكان يقول لي إذا شفت الحصى خلها على عينك يمين وانزل يسار وإذا جتك مدني وش وانزل يمين يقول سجلت كل الإحداثيات هذه في مخي يقول فجأة ننزل من جبل وتحت الجبل في مزرعة صغيرة والمزرعة هذه هي اللي فيها المواد المخدرة يقولوا ننزل كذا المكان هذا وطاط طاط يضرب بوري يقول لي يفتحون البايكة تاك 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 تسالونه سامة وشلون بره في بايكة يقول كان المكان هذاك فيه مولدات كهربائية وتولد الكهرب لهذه المزرعة يقول ويدخل ويدخل السيارة جوه المزرعة يقول وننزل أنا وياه يقول لي يجينا واحد من أحد العمالة اللي موجودين جوه يقول سلمت عليه قتل عطني حصى يقول صدق قال لي يفتح الباب اللي وراء ويجيب لي أكياس ويزبنها تحت عند الاستبنة حقة السيارة شوي السواقي اللي معي قال لا 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 تحطها هنا يقولوا ننزل من تحت إلا فيه صاجة حديدة ملحمينها ولها باب يقول يفتح ويدخل فيها الحبوب يدخل فيها الحبوب ويقفل الباب يقولوا باب صغير يقول والله ما ييجي ولا أربعة سانتي فاربعة سانتي يقول يا رجال درجو صغير ملزقينه ورا في السيارة وله قفر يقولوا المهم سجلت إحداثيات الاستراحة بالضبط وسجلت هذا المكان عشان إذا رجعت البيتي أسجل إحداثياتا بالضبط يقولوا المهم ونروح للإستراحة يقول وينزل كيس الحبوب ذا وندخل الإستراحة جوه يعيال جبتلكم الحبوب يقول المهم يفكون وكل واحد يأخذ واخذ الحبة هذي كني باكلها ويحطها في جيبي يقول عني ذنكم بس بروح دورة المياه شوي وباجي يقول وارميها الله يسلمكم في البلاعة حق الدورة المياه يقول وأدخل وعيش معاهم كني حرفيا في جو غريب وكأن يتهيأ أشياء وكأن الدنيا حلوة وكأن الأمور زينة يقول ولاحظ فيهم تخبطات غير طبيعية وحركات مختلفة قلت لهم يوم مر الليل قلت لهم عن إذنكم أنا راح أروح الآن لشقتي وأنام قال وين بيتك؟ قلت بيتي قريب هنا قريب لا تشلو نام قال يا رجال نام معنا قلت لا والله بكرة الصبح لازم أقوم ووصل أبوي لبعض الأشياء يبغى يخلصها قال أبد فعلك التوفيق وانتبه لحد ينتبه عنك كتابة دابات لا تشلون هام تبون شي يا رجال مع السلام يقول واروح لشقتي وأسجل الإحداثيات عندي يقول طبعا باقي ما أكلمت القسم حقي عشان ما يلقون القبض بعده حرفيا راح يدرون أني أنا شخص علمت عليهم خلهم يثقون فيني بزيادة يقولوا لهم بعد يومين ثلاثة أيام ومرهم في استراحتهم مرحبا يا رجال كيف حالكم طيبين أقلط 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 سعد أقلط يقول وأقلط عندهم وصير أسولف وآخذ معهم قال اسمعوا نبغى الله يسلمكم نجيب مخدرات من المنطقة الثانية من اللي يفزع منكم ويقوم يجيبها وله مبلغ دسم أول ما توصل يقول قلت لها ما اسمعوا أنا اللي بجيبها وعندي الطريقة لاتشلون هام قال لو جبتها والله أنك رجالة بالرجال قلت لها بجيبها وأنا قاعد في بيتي قالوا لي شلون قلت لها تشلون هام موضوحة عندي ويقول وارجع البيت واتصع أطوع الضابط خالي قلت لأبغى أحد السيارات النقل اللي تنقل البضايا عرفتوها الطريلات تطلع من المنطقة ألف وتجيني على المنطقة با وأبغى عبي فيها بعض المخدرات وأبغى لكم تفتحون الطرق لها بدون ما أحد يدري قال لي الضابط خالد شو السالف وشو الموضوع قلت لأسمعه ضابط خالد أنا أبغاهم بس يثقون فيني وبعد ما يثقون فيني إذا ما طرحتهم لك أنا ما نسعد لاتشلهم قال لي أبد سوي لي تبغى يقول صدق الضابط خالد تهلم الجهات الأمنية اللي هناك قال فضل الطريق لسيارة النقل هذي راح تكون شايلة مخدرات ولاحد يلمسها وما عليكم قل شي بعدين راح نجيبها يقول وافقوا على أمر هذا صدق وضبطوا لي سيارة نقليات تطلع منطقة ألف وتجي المنطقة با وأكلم البياعي اللي موجودين في ذيك المنطقة وقل حملوا المخدرات داخل الصناديق لجوة تريلا يقول يجمعت خير تريلا هذي مخصصة لنقل الأعلاف يقول نحط العلف كذا ونحط علف قدامه ونحط المخدرات بين الأعلاف يقول لهم وتجي التريلا لين المنطقة اللي عندنا يقول وخلي التريلا هذي توصل في منطقة فلانية أنا محددها التواجي أنا وخويه من أخويه محقيه الإسراحة يقول ونوقف ونسحب الأعلاف ونقلع المخدرات بسرعة ونحطها في السيارة وندعس يقول لي أهنيك والله أنك رجال تابد أبد لتشي الهم أنا أصلا همي أجيب أرقام البيعيين اللي هناك وأجيب الناس اللي موجديني هنا واللي يتعاطون والشخص اللي حرق سيارتي برضو أنا في نفس الوقت قاعد أبحث عنه لأن الحد الآن حرارتها موجودة في صدري يقول للمهم وصلت البضاعة الإسراحة يقول انبسط عليه يا لقسم بالله أنك رجال والله أنك هفو والله أنك صنورة الله يعزك يا رجال أنت من وين طلعت لنا قلت لاتشي الهم الموضوع عندي يقول للمهم مرت الأيام وأنا في الخدمات هذه من بيعين إلى أسلحة إلى أشياء كثيرة وكل الإحداثيات مسجلها بالضبط في السجل الكامل ما رح أوقف إلا لما أجمع أكبر عدد من المهربين والمروجين والمتعاطين يقولوا أسجل إحداثياتهم وأسماءهم أرقامهم كل شي جاهز يقل في يوم الأيام قلت في الصراحة وكان فيه شخص غريب يقول قالوا بيجينا الضيف ودخل هذا الشخص الغريب ونظر فيني قل قعد أبو خمس عشر دقائق إلا قام قال عن أذنكم قالوا له وين يا فلان قال لا والله عندي كذا شغلة أبغى أخلصها قل بدأ يشتغل فيني الحدث الأمني وقلت والله العظيم أن هذا الشخص عرفني خلني أقوم وأختفي من الآن قبل ما يقومون ويذبحونني وصدق أجمعت الخير قمت وطلعت من عندهم يقول بعد نص شاعة 40 دقيقة اللي يدقون علي وينك وين رحت مع العلم أني قائل لهم قبل شوي طائقنت هنا أن هويتي انكشفت بالكامل بعد مرور ما يقارب شهرين ونص وأنا قاعد أشتغل معهم مثلهم مع السلامة يقول واخذ سجلاتي والأشياء اللي سجلتها وروح للضابط خالد يتعجل يا الضابط خالد اليوم لازم نقفل على كل شي قبل ما تنتشر الأخبار يليه يتتوقع أنهم مكشفوني وعرفوا أني أنا مخبر شغال بالمكافحة وتوقع الشخص اللي دخل هو الشخص اللي حرق سيارتي ولكن ما يهمني عندي لك معلومات قيمة يقولوا يقوم الضابط خالد ويتصل على الجهات الأمنية كلها الشرطة كل شي لازم يكونون لجنة كبيرة عشان يقفضون على الناس هذولي قلت لهم أول محل بالروح منطقة برية فيها أسلح وفيها مخدرات اتجهزوا وسلحوا الناس كلهم قال متأكد قد متأكد يقولوا نركب في سيارات الشرطة ونطلع للمنطقة هذه البرية يقولوا كان الوقت حرفياً في الليل يقول ندخل يمين يسار جتني الحصة على العين اليمين واطلع يسار ومندخل يمين يقول لين طبينا في نص المزرعة قال عارف الطريقة أضرب بوري يقول لها ترتفع البايكة يقول أول مرة تفعت البايكة شافه العمال موتر الحكومة ولكن كانت عنوارها شغالة مع ميتهم يقول فجأة يبغون يقفلون البايكة يقول لها خوي يفز بالموتر يخليه يعلق على البايكة والبايكة تقفل على السيارة بكيفها؟ يقول علقت البايكة اللي يدخلون أفراد المكافحة يمين يسار السيارة ولا اسلحة يقول لصدقه طلعوا حوالي 7 أشخاص شغالين هنا يقول ونصادر كل شي موجود هناك ولكن الغريب مو هنا يقول وانا واقف في ذاك المكان يقول لها فيه كذا نفس الجدار مبني بالجبس يقول جاني يحس غريب يتياخي الجدار هذا فيه شي يقول يوما طقه اللهم وجوه يقول واجيب المطرقة وطراخ طراخ طراخ يقول لها ينكسر الجدار وكان داخل الجدار هذا يجبعة الخير مغبين الرصاص حق الأسلحة يقول إلا ينزل الرصاص يتناثر تحت يقول يكسرون الجدار ويصادرون الرصاص برضو مرة واحدة يقول يناظر فيني الضابة خالد قال لي هذا الشبل من ذاك الأسد قال على أبوك حرفيا ما اختلف شي كان يتوقع أي شي ويجيب ترى يا أخي أنا أقول لها في نفسي يا رجال والله موضوع عايز ولكن الاستنجاج كذا سريع بيلي نور جدار هذا فيه رصاص يقول يطلعون الرصاص وصادرون الرصاص وفيه بعض الأشياء المتفجرة أشياء كثيرة يقول يأخذونها ويصادرونها كلها يقولوا نرجع في نفس اليوم وقول لهم اسمعوا هذول المهربين الموجودين في المنطقة الثانية وهذول المتعاطين اطلعوا الآن كلكم اقبضوا عليهم بدون ما أكون أنا معكم يقول صدق راحا واقبضوا عليهم كلهم في خلال أربع ثلاثة أيام يقول صفين المنطقة من المتعاطين ومن الناس اللي بيعون وحتى المنطقة الثانية بلغنا الجهات الأمنية عندهم واقبضوا على الناس اللي موجودين عندهم يقول سعد المهم صارت الأيام تمشي لين جاني اتصال في ذاك اليوم من أبوي أناظر جوالي للمتصل الوالد قلت مرحبا ومسهلة قال هلا يا ولدي سعد كيف حالك طيب بشر تمسكته دكتور مخدر ولا لا قلت لا والله يا يبا ما مسكناه لحد الآن عاجزين عننا قال اسمه راح أوصيك على شخص متقاعد وهذا الشخص متقاعد على العمل لها أربع سنوات وهذا الشخص اسمه صلاح أبغاك تروح له وتقعد معه يقول سعد قلت له بوي طيب يا يبا مش تبغاني أسوي معاه قال رح وقل له السالفة كلها يقول المهم قد سمعا وطاع يقول والبس ملابسي وأطلع للسيارة وأشغلها طبعا السيارة هذه السيارة الثانية مو السيارة الأولى اللي احترقت يقول وأشغلها وأبحث عن موقعه إلا يبعد عني ما يقارب ثلاث ساعات يت يا أخي غريبة أبوي قال لي رح له وش معنى هذا الشخص وليه بالذات هذا الشخص يقول والله وارفع جوالي من جديد وأتصل على أبوي طيطي طيطي طيط هلا يبا كيف الحال بسألك لي قلت لي أروح لذا الشخص قال اسمعني تبغى تشوف شخص يعلمك الحنكة الأمنية بأصولها رح لصلاح هذا يقول ليه يبعى سماشر قال هذا الشخص ربي معطيه قوة لا يعلم بها إلا الله ومعطيه ربي عقل لا يعلم بها إلا الله أنت بس رح واسمع كلامي وراح يفيدك قد زين زين الصدق بعد ما قال لي أبوي هذا الكلام أنا تحمست يت يا أخي من صلاح هذا وليه صلاح بهذه القوة وش معنى اختار صلاح هل هو شخص من رجال الدولة أو شخص كان يعمل معهم يقول المهم صرت أبحث عن هذا الشخص المنطقة وأنا أبوي بس معطيني بس تفاصيل الحي اللي ساكن فيه يقول صرت دورة من منطقة المنطقة واسألهم عن هذا الشخص اللي اسمه صلاح يقول لين قابلت شخص ممكن عمره في 17 أو 18 سنة قلت لما عليش تعرف شخص هنا اسمه صلاح قال ليه صلاح عارفه شوفه ساكن هناك يترى وين بالضبط تقدر توصف لي إياه قال لي امش معي يقوله صير هذا الشخص يدلني لين وصلت لهذا الشخص اللي اسمه صلاح يقوله يطق عليه الباب إلا يطلع رجال سبحان من زرع فيه القبول شخص حرضيا جميل لأبعد درجة قال لي مرحبا ومسهلا سم واش بغيت قلت لين طوي العمر أنا موصيني الوالد عليك عندي قضية أبغى شاركك إياه ممكن تفيدني ناظر فيني كذا بابتسامة قال هفت حياك الله يقوله يفتح الباب ويدخلني مجلسه مرحبا ومسهلا واش القضية قلت له فيه شخص يسمونه دكتور مخدر يقول ما أدري هذا الشخص وش وضعه ولكن عجزنا نحصله أو نقبض عليه قال لي دكتور مخدر دكتور مخدر والله ما مر علي في القضايا واحد اسمه دكتور مخدر ولكن إن شاء الله ربي يبلهمني أبد أنت رح وأنا باتصل عليك قدام قلت له يا ولد وش الموضوع ش السالفة قال ما عليك رح رح وباتصل عليك عطني رقم جوالك يقول ياخذ رقم جوالي ويسجل عنده يقول واطلع من عنده واشغل السيارة وارجع للمنطقة اللي أنا ساكن فيها يقول بعد ساعة يجيني اتصال من الرقم غريب يقول وضغطط ورد عليه قال لي مرحبا أخبارك ضابط ساعد معاك صلاح اللي جيتني ممكن قبل ساعة أو ساعة ونص كيف حالك طيب إن شاء الله قال اسمع أتوقع أن دكتور مخدر هذا له من اسمه نصيب فأتوقع إنه شخص موجود في أحد الجامعات اللي عندكم شلون قال أنا يوم بديت أحلل في الموضوع فقلت لو إنه دكتور داخل مستشفى من بيبيع عليه الحبوب فأتوقع إنه الرابط اسمه العملي واسم بيع المخدرات مع بعض وصار دكتور مخدر فأتوقع إنه موجود في أحد الجامعات اللي عندكم وهذا اللي عندي وفالك التوفيق ومع السلام يقولي شوي يقفل الخط في وجهي وقعدت أفكر أنا قلت يا الله دكتور مخدر ممكن يكون دكتور داخل جامعة مستحيل وشلون وصل للمرحلة هذه وبعدين لو صار هذا التحليل صحيح قلت صلاح هذا شخص يعجازي يقولوا قعدت أفكر في كلامه واتذكر كلام الأولين اللي مسكناهم وخاصة ذاك الشخص اللي كان مربوط عند شجرة يوم يقول لنا إن هذا الشخص شخص غني ومرموق برضه وإنه شخص له مكانته والناس تحترمه قلت يا ولد والله ممكن كلام صلاح صحيح يقولوا للمهم وروح للضابط خالد وأقول للموضوع قلت لأني رحت لأبوي وأبوي بلغني قال رحل شخص اسمه صلاح وقابلت صلاح وبعد ساعة ونصف تصل عليه وقال أتوقع أنه عندكم في أحد الجامعات قال لي الضابط خالد اسمع يا سعد بما أنت صلاح قال لك الكلام هذا فأكيد كلامه بإذن الله صحيح يقول ناظرت في الضابط خالد قلت لها تعرف صلاح قال تستهبل أنت هذا مين ما يعرفه هذا رجل حرفيا النار على علم رجل محنك لأبعد درجة يقول هذا وينك انت وينك هذا يعرف الجريمة من أول نظرة قلت سبحان ربي اللي يعطى هذا الشخص الفراسة هذه قال اسمع الآن راح نحولك من ضابط إلى طالب في أحد الجامعات ونبغاك تروح للجامعة الوحيدة هذه اللي موجودة عندنا في المنطقة يقول أصلا منطقتنا ما فيها إلا جامعة واحدة كثنا يبشرية طويلة العمر اللي تبيه يصير قال الآن راح أضبط لك مع مدير الجامعة ونسق لك الموضوع وخلص لك إياه وخليك تدخل كأنك كطالب وكل يوم تدخل في أحد المحاضرات واسمك موجود في السجلات كأنك طالب جديد وزيادة على كذا زين إن حنا جايين في بداية سنة ما راح يلاحظون أي شي في تغير الكشوف قلت لزين زين يقول صدق وأستعد وألبس لبس الطلاب وعيش كأني طالب وعطيت لنفسي معقارب أسبوعين عشان أتقبل أني أنا أصير طالب وأعيش هذا الشعور عشان أقدر أعيشه قدام المهندسين وقدام الدكاترا يقول المهم قل بعد أسبوعين عطيت الموافقة للضابط خالد وقلت لأ الآن تراني جاهز ويلا خلنبدأ سلمني جدول يا جماعة الخير في المحاضرات اللي راح أمرها كل الدكاترا راح أدرس عندهم لا تسألوني كيف كل التخصصات اللي في بالكم مريت عليها حرفيا بقرابة ثلاث أسابيع يقول المهم دومت في ذاك اليوم يقول دومت عند أحد الدكاترا وكان هذاك الشخص محترم يقول بديت أبحث عنه وأشوفه وراقبة يقول ما حسنت فيه أي ريبة أو شكة يقول المهم وأبحث دكتور دكتور أبغى أطلع منه هذا الدكتور اللي قال عنه صلاح ممكن أهل يكون بياء وأبحث يا جماعة الخير حرفيا ما لقيت أي شخص يثير الانتباه أو يثير الشكة وحرفيا قلت شكل توقع صلاح ما كان سليم يقول إلا في ذاك اليوم رحت عند دورة المياه إلا أحصل يا جماعة الخير يقول ثنين نظرون فيني كذا بكل تصغير ويحسون أني أنا بلا قيمة يقول لا نظر في يديهم إلا في يديهم المواد المخدرة يقول سويت نفسي مجنون ورحت حرفيا غسلت وجهي عند المغسل وأنا قاعد أراقبهم مع المراية يقول الممكلة والحبوب بعدين رموا الكيسة يقول أنا أحفظت وجيههم حرفيا حفظ مستحيل أنساهم أول ما رموا الكيسة واروح أرفع الكيسة اللي كان فيها الحبوب يقول والصدمة أنه مكتوب عليها دكتور مخدر عرفت يا جماعة الخير أنت وقع صلاح سليم أن الدكتور هذا موجود داخل الجامعة يقول وراقب الثنين هذولي مراقبة قريبة طبعا أنا ما أقدر أخرب دوري كطالب فأول ما طلعت من الجامعة اتصلت على الضابط خالد السلام عليكم كيف حرك الضابط خالد أحتاج شخص قال لي وشو السالفة قلت لأ أبغا يحقق مع ثنين شفتهم يتعطون قال لي زين زين يقول والله ويدخل هذا الضابط لين الكلاس حق الطلاب هذولي بعد ما طلعت تفاصيلهم وين يدرسون فيه بالضبط يقول ويناديهم ويسحبهم يوديهم القسم التحقيق يقول من وصلوا عند الضابط خالد الضابط خالد راح يحقق معهم ويعطيني كل الأشياء اللي سواها معهم يقول بعد ما يقارب ثلاث ساعات ثلاث ساعات من القبض عليهم اتصل عليه الضابط خالد قال لي اسمع حققنا معهم يقول كانوا في البداية رافضين يتكلمون ولكن بعد فترة علمونا طالب جوه عندكم في الجامعة يبيع هذه الحبوب قالوا اتوقع انه يشتغل عند هذا الدكتور كذا عطني اسمه ويعطيني اسمه واصير ابحث عن هذا الطالب واروح المدير للجامعة وقل معاك الضابط سعد دلني على هذا الطالب وين كان يقول شو يضرب بالجهة طاك 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 هذا موجود في الدور الاول شوف عنده محاضرة الان ادخل المحاضرة راح ارفع اسمك في السجلات انك شخص معهم في المحاضرة يقول طاك 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 ويعدل لي الجدول وادخل معهم في هذه المحاضرة وراقب هذا الطالب زين يقول بعد ما رقبت تحركاته عرفت صدق انه شخص يبيع المخدرات قلت هل من الممكن هذا الشخص المتهم اللي يسمونه دكتور مخدر او لا يقول صلت راقب تحركاته حرفيا وين يروح وين يجي يقول ثبت كل تحركاته من الف الى الياء لين اتصلت على الضابط خالد وقلت له ارسل لي الشخص اللي يجي يقبض عليه يوديه حرفيا القسم يقول كان في السيارة وانا اشوفها حرفيا مع اقزازة الجامعة وكان يتعاطى في نفس هذاك الوقت يقول للا العسكر يفتح الباب ويلقطه ويشيلونه يقول طبعا الطلاب اللي يشيلونهم ما يرجعونهم الجامعة نهائيا يقول يخلونهم في الحبس زين يحصلون منه وهذا دكتور مخدر يقول خذوهم وشالوهم وودوهم حرفيا للحبس وصار يحقق معهم الضابط خالد وبارضو نفس الحكاية بعد ساعتين يتصل عليه الضابط خالد ويعطيني الاحداثيات كان اسمع الطالب هذا يقول ان في احد الدكاتر الموجودين عندكم يقول الدكتور هذا يوزع الحبوب على الطلاب يقول تبغى درجات ممتازة اشتر مني ما تبغى ما رح اعطيك شي يقول كان يجبر الطلاب انهم يشترون منه عشان يتعاطون قلت لأيوه منه الدكتور هذا يقول يوما راقب الا حصل الدكتور هذا شخص مو من نفس الدولة من دولة ثانية يشتغل في نفس هذه الجامعة وبرضو يبيع المخدرات على الطلاب قلت هل ممكن هذا يكون الدكتور مخدر وهل كلام صلاح كان صحيح يقول المهم صرتها راقبة وما اقدر اطرحها الا لين اثبت كل شي عليه يقول المهم قلت لهم اطلقوا صراح اخر طالب مسكتوه ولكن علموه كل شي وهددوه انه ما يفشي السر ولا قسم بالله العظيم نحطه في السجن يخيس يقول صدق حقيقوا معاه واطلقوا صراحة وقالوا لكل الشروط حقتهم قال ابغاك تروح للدكتور هذا وتقول له ان طالب سعد يبغى يشتري منك كمية كبيرة والكمية هذه كافية عشان تطرح هذا الدكتور ويقول المهم راح هذا الشخص وقال ميد الدكتور نفسه قال منو هذا سعد ابغى قابله المهم جاء وقال لي ترى الدكتور يبغى يقابلك يقول في استراحة الدكاترا فوم يقول واروح له مباشرة مرحبا هلأ يا دكتور كيف حالك ابغى يا دكتور كمية كبيرة لاني ابغى ابيع بره واذا عندك اشياء ذانية برضو قل لي يقول المهم صرتها جرجرة واشتري منها بالكميات الكبيرة مرة مرتين ثلاث مرات صرت اسألة اذا عنده برضو مواد مسكرة او اسلحة او لا يقول برضو قال ايجي كل شيء متوفر عندي اللي تبغاه موجود يقول المهم يقول ما توقعت ان الدكتور مخدر هذا يوصل لمرحلة الدنيئة هذه انه يفشي سرح عشان بس فلوس وطلع يقول ما توقعت ان الموضوع كذا يتياخي موزع كبير مرة حرفيا يطيح مثل الطيحة هذه وجاف راسي المثل اللي يقول الابرة اللي قسم الظهر البعير افحسيت شيء خبي قدر يطرحه ولكن هذا الشيء مو مني انا هذا من ربي سبحانه وتعالى كتب انه يطيح بهذا الاسلوم يقول المهم وصير اشتري منه وجرجرة حبة حبة يقول المهم نظموا معاي وقالوا اسمع نبغى نضبط معاه اكبر حملة نقل مخدرات وبغاك تتفق معاه في احد الكلاسات اللي موجودة في الجامعة وراح نحط كاميرا ومايك وتسجل كل الاحداث اللي موجودة هناك يقول عشان اذا انكر الفلوس المرقمة يكون عندنا تسجيل فيديو يقول المهم اتفقت معاه في ذاك اليوم في ذيك الغرفة قلت له ابغى اسلحة وابغى مواد مسكرة وابغى مخدرات كلها ابغاه قال لي ابت تم يقول المهم قلعت نص الفلوس وعطيتها اياه وقلت له نص الفلوس الثانية اذا جبت لي البضاعة هذه كلها قال لي خلاص وعدنا باذن الله اول ما توصل البضاعة تحتاج 15 يوم 16 يوم يقول المهم بعد 16 يوم الا يتصل عليه قال لي وينك قلت له انا موجود وقريب انت وينك قال تعالي عند بيتي يقول وامر بيته الا ذاك القصر الكبير قصر حرفيا كبير الابعد درجة يقول وادخل عليه قال عطني نص الفلوس واسلم نص الفلوس وكانت مرقمة من الدولة وارسلت على طور رسالة في نفس الوقت ادخلوا واقبضوا عليه يقول فجأة للحكومة داخل اولاقية القبض على هذا الدكتور يقول واخيرا طاح دكتور مخدر اللي خرب البلد بشكل كبير وحكموا عليه طبعا لان يهرب المخدرات من بره ويطلبها في سنوات كثيرة حكموا عليه بالسجن المدة توصل 25 سنة ولهنا جمعة الخير وصلنا نهاية هذه القصة واتمنى حرفيا اني وفقت في رواية هذه القصة حرفيا الاسطورية اذا وصلت لين هنا عطني رأيك تحت في الكومنتات وانا والله العظيم اني تعب تعب مطبيعي والله يسعدكم حرفيا على المشاهدة واشوفكم فمان الله سلام عليكم شكرا